هنروح لتقرير بيأكد فيه النجم الكبير العظيم الرأى صاحب الصوت التحفة مدحة صالح ان مشروعه الجديد واللي بيحمل اسمه مدحة والكبار قم بالك بقى من الاسم مدحة والكبار يهدف للحفاظ على ما تبقى من تراث غنائي لكبار النجوم سواء الراحلين او الموجودين حاليا واعادة صياغة هذه الاعمال الغنائية بشكل مختلف وبتوزعات تحطها زي ما نقول كده في حتة تانية خالص اصلا اصلا متحة صالح في حتة تانية خالص شوفوا التقرير ده وشوفوا الكلام اللي قالوا خلال المؤتمر الصحفي واللي بطرعاه الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية وقناة الحيال الاعلان عن هذا المشروع وبحضور الدكتور خالد داغر رئيس دار الاوبرا المصرية واللي قال عندنا افضل موسيقيين واعظم عازفين ومن خلالهم هنعيد صياغة المكتبة الغنائية المصرية اللي هي بالقطع مكتبة الغناء بتاعة كل اخوتنا واشققنا العرب المكتبة الغنائية المصرية صنعت وجدان العرب والعروبة شوفوا التقرير ده ونرجع لكمل الكلام نبدأ وقائع المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل المشروع الجديد الأساتذة والذي يقام بالتعاون بين دار الاوبرا المصرية والفنان الكبير متحد صالح الفكرة باختصار هي حالة حب من كل فنان أو فنانة لعدد من الملحنين هو يحب يختار من أعمالهم ويختار منهم في أنه يعمل يوم مع الأساتذة إحنا عايزين نحدث فكرة التخت نخليه يتحول لأوركسترا إحنا بنجيب موزع كفء يعمل تصور هارموني للحكاية بحيث إن أنا يعزفها يشارك في تنفيذها آلات متعددة الفكرة هنا فإن إحنا ننقل أعمالنا من طريقة التنفيذ التقليدية اللي كانت موجودة بنحدثها مشروع الأستاذ مادحة صالح مشروع مهم جدا إن إحنا إزاي نقدم ألحنة بشكل نقدر نستفيد من الأوركستريشن أو التوزيع الأوركسترالي اللي خلينا نسمع ما نبعدش عن اللحن الحقيقي لكن في نفس الوقت بنسمع حالة مختلفة يعني الصوت اللي خارج من الموسيقى بيبقى مختلفة فإحنا طبعاً بنوعيتكم إن شاء الله إن كل مرة يبقى فيه تجديد وفيه مرحلة مختلفة وفيه نوعية مختلفة من الألحان هتقدم أول مرة نحس بالنجاح لما قناة الحياة نقلت المهرجان بشكل يليق بشكل متطور الحقيقة لدينا جمهور كبير قوي متابع على السوشيال ميديا ده بيان الشركة المتحدة مهتمين جداً إن التعاون يستمر لأن ده نجاح مش بس لدار الأوبرا كمان للشركة المتحدة إن هي توصل التجارب الفنية الحقيقية ونبقى موجودين كده في كل القنوات والحفلات والناس تشوف المجهود اللي إحنا بنبذله وجود المتحدة دار الأوبرا المصرية والمتحدة في ظهري بشكل قوي كل العوامل والعناصر متاحة وتفرح وتحفز وتشجع وتدي أمل